دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الكتل السياسية كافة إلى عقد لقاءات على مستوى عال بعد عطلة العيد مباشرة مشددا خلال كلمة له على ضرورة توحيد الصفوف والكلمة لضمان سلامة العملية السياسية والمكاسب الديمقراطية جهة دعوة إلى الكتل السياسية لعقد لقاء على مستوى عال بعد عطلة العيد مباشرة وفي المكان الذي يتم تحديده لاحقا بعد التشاور لوضع أيدينا بأيدي بعض من أجل حماية الوطن والمواطنين وضمان سلامة العملية السياسية والمكاسب الديمقراطية والاتفاق على آليات محددة للإسراع بتشكيل المؤسسات الدستورية بأفضل ما يمكن وبالاعتماد على قرارنا الوطني ومصالح بلدنا وشعبنا ترجمة نانسي قنقر